وأيضاً التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلا أكد الرئيساني على عمق العلاقات المصرية الجيبوتيية وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والوصول به إلى أفاق أرحب بما يعكس المصالح المشتركة بين البلدين خاصة على المستويات الاقتصادية والتدارية والاستثمارية اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية حيث شدد الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي مشددين على حرصهما على تشاور المستمر في هذا الإطار وقد أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أهمية الدور الذي تطلع به جيبوتي في المنطقة مشيداً بمواقفها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في القرن الإفريقي وتترق اللقاء أيضاً إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر حيث أعرب الرئيس السيسي عن موقف مصر السابت بشأن ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في تساعي رقعة عدم الاستقرار في الأقليم وفي هذا الإطار أكد الجانبان ضرورة استعادة الهدوء في مضي قباب المندب مشددين على أهمية تنصيق بهد الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتعزيز التعاون المشترق بينهما باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار هذه المنطقة